مع تقرير أول هو عودة على تفاصيل كل الأحداث والهجمات الإرهابية اللي صارت في تونس أحداث روحية برعلي بن خليفة وإن شاء الله يا ربي أخرها القصرين ثم نبدأ وحديثنا خلال سنة 2012 عرفت تونس اضطرابات وتوترات على جميع الأصعدة لعلى أهمها حالة الإربك الأمني اللي تواصلت على امتداد سنة كاملة واللي كانت ناتجة عن العنف السياسي والغزوات السلفية والعمليات الإرهابية اللي شهدتها عديد المناطق التونسية والعمليات هذه أولها صارت في معتمدية الروحية من ويريد سلينا وإن قام الجيش التونسي بملاحقة سيارة مسلحة على متنها مجموعة إرهابية دارت بناتهم واجهات عنيفة أصفرت عن مقتل ذابط برتبة مقدم وإصابة زوز عسكري أخرين كما قتل زوز من المجموعات المسلحة ووقتها صرحت وزارة الداخلية بأن تلك العناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة ومن روحية صعدت الأحداث في اتجاه سفيقص وإن صارت زادة اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والجيش الوطني ومجموعات قريبة من تنظيم القاعدة تحديدا في برعلي بن خليفة المنطقة لشهدت عملية تمشيط برية وجوية تواصلت على مداء أسبوع تقريبا بحثا عن المجموعات الإرهابية الفارة ولتسلت التراب التونسي على متن سيارة مفخة بحوزتهم سبع كلاشينكوف وقرابة خمسمائة خرطوشة وعمليات تمشيط هذه أصفرت عن إصابة زوز عناصر من قوات الأمن كما تواصلت العملية الإرهابية في منطقة شبيكا من ويريد القسرين حيث اندلعت نهار 10 ديسمبر مواجهة بين مسلحين وقوات الحرس والجيش التونسي أصفرت عن مقتل عون حرس بعد إصابته برساسة وأكدت وقتها المسادر الأمنية أن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن بينهم أحد المشاركين في الأحداث المسلحة بسليمان والعملية الإرهابية هذه كان آخرها في دوار هيشر المنطقة لعاشة مسرح العملية إرهابية جديدة أصفرت عن وفاة إمرأة وإصابة أحد العناصر المطرفة لانتشار الإرهابي في تونس أكد وزير الداخلية علي العريض وقت ما أعلن على أول تنظيم في تونس مرتبط بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تحمل اسم كتيبة عقبة ابن نافع لكنه صرح بأن المجموعة الإرهابية هذه ما زالت في طور التكوين وتم العثور عليها بكل من جبال الشعام بيغابيت عند راهم وقال أنها تستعد للقيامة بعملية إرهابية في تونس